الموضوع اللي جاي بقى موضوع مهم جدا لان احنا كده ايه لازم نسبق بخطوة ودايما اعلام الاهل بيبقى سابق بخطوة ومطلع دايما على الاحداث القرية والدولية بالنسبة للمرحلة القادمة ولازم نحط المشاهد معانا في قلب الاحداث وفي ظل طبعا ما فيش نشاط رياضي وفيه تعليق لمباريات الدوري خلال الفترة الجاية اكيد العالم كله بيفكر في المرحلة الجاية ايه هي الاولويات وهي اولوية الاولويات بالنسبة للمرحلة الجاية وايقاف النشاط ده او تعليق المباريات الرسمية مدى تأثيره على صناعة كرة القدم الفترة اللي جاية مش هتكلم في اقتصاديات لان بكرة ان شاء الله عندنا حلقة خاصة في الاهل الليلة هنتكلم في هذا الموضوع باستفادة وهتكون بداية او اولى الحلقات بالنسبة للمرحلة اللي جاية لكن عايزة اتكلم في موضوع متعلق بقرار صدر منذ ساعة او حوالي ساعة ونص من مجلس الفيفا برئاسة جياني امفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم هربط الكلام اللي هقوله ده بتصريح صدر للأسف صباح اليوم مش هقول طبعا الاسم او المصدر لكن عن طريق احد المسئولين لاحد الاندية بيتكلم عن فكرة الغاء النشاط وعدم استكمال الدوري وضرورة الغاء الدوري وبعض المصادر بتقول الاتحاد الكرة ممكن يفكر في هذا الامر طبعا ما فيش حاجة رسمية من اتحاد الكرة بس انا بقول لكم الكلام اللي بيتم تدوله عبر وسائل الاعلام لكن الاتحاد الدولي ومجلس الفيفا برئاسة جياني امفانتينو خد النهاردة قرارات اعضر اقول عليها قرارات تاريخية وافتكروا تاريخ النهاردة 18 مارس 2020 وان ازاي لو فيه ظرف قهري ازاي الناس تفكر في مستقبل قرة القدم وصناعة قرة القدم في العالم الاولويات في النهاية او الاوليات في البداية حياة الانسان وصحة الانسان وصحة اي بنادم في العالم لكن وانت بتشتغل لازم تشوف المرحلة الجاية هتشتغل عليها ازاي هقول لكم القرارات اللي تم اتخاذها بالاجماع النهاردة من خلال مكلمة جماعية عبر الفيديو كونفرنس نتيجة طبعا الظروف الاستثنائية اللي تسبب فيها فيروس كورونا خلال الساعات الماضية اول حاجة الاتحاد الدولي بدأ يفكر في ادراج تواريخ جديدة على الاجندة الدولية بعد قرار اليويفا الاتحاد الاوروبي بارجاء بطولة اوروبا خلال هذا العام الى العام القادم من 11 ستة الى 12 سبعة حتى عام 2021 وبالتالي هيتم تعديل في تقويم او تواريخ المباريات الدولية اللي هي الاجندة الرسمية خلال الفترة اللي جاية نتيجة هذه التعديلات اللي ترأيت على الاجندة العمل في البطولات الاوروبية وبناء عليها تم هذا الاجتماع وتم اتخاذ عدة قرارات اول قرار متعلق بالاجندة والتقويم والتواريخ بالنسبة للمرحلة اللي جاية وهيتم عقد اجتماعات لدولة عالمية مناسبة للمسابقات المحلية والقرية خلال الفترة القادمة بعد هذه التعديلات التي ترأت على الاجندة بسبب ارجاء العديد من البطولات الدولية لعام 2021 وسيتم مراعاة احتياجات جميع اصحاب المصلحة مع الحفاظ دائما على صحة جميع المشاركين كأولوية اولى يبقى هنا في جزئيتين في متعلقة بالاجندة والتواريخ في المرحلة الجاية اصحاب المصلحة اللي هم المنطين بالمسابقات وصناعة كرة القدم هي صناعة لكل حريص على استمرارها وبالتالي مع ايضا صحة جميع المشاركين في الفترة اللي جاية اتنين واتنين دي بقى نقطة خطيرة لازم نبدأ فيها الكلام من دلوقتي عشان ناس تعرف المرحلة الجاية العالم بيفكر ازاي ودير سالة بوجهها للالتحاد المصري لقرة القدم ابدأوا اعملوا اجتماعات وشوفوا المرحلة الجاية زي ما العالم بيشتغل وبيشوف المرحلة الجاية عشان ما تطلعش اصوات من دلوقتي تقول ناسة بالظرف القهر والتعديلات اللي موجودة عشان احمي حقود اللعيبة مع الاندية بحيث لا اللاعب يتضر ولا النادي يتضر تبدأ هيتبعوا ايه لازم بالتأكيد اغير فترات القيد وتعامل مع فترات القيد حسب الظرف اللي انا تعرضت له فبالتالي هيكون فيه اجتماعات اخرى الفترة الجاية عشان يتم تعديل فترات القيد يعني موأمة مع الاحداث الجارية في التوقيت الحالي نتيجة طبعا امتداد المسابقات حتى شهر ستة وسبعة وامتداد الدوريات خلال الفترة اللي جاية فبنتكلم في الاجندة والتواريخ بنتكلم في انتقالات اللعبين واحمية عقود اللعيبة الفترة اللي جاية تلاتة وتلاتة دي موجهة للاتحاد المعني الاتحاد المحلي سواء في مصر او في اي مكان في العالم وهو صندوق هيتم تقييم الاصر الاقتصادي اللي بتوجه مختلف الاتحادات واصلاب اصحاب المصلحة في كرة القدم في كل قرة لتحليل ما اذا كان هناك حاجة الى صندوق دعم خلال الفترة اللي جاية وتحديد آليات لدعم هذا الموضوع فبالتالي لو في اي اتحاد طلع قال ما انا لازم الغي اصلي خلاص فيه خسائر وفيه مشاكل لا الفيفا قالك فيه صندوق هيتعمل للامر ده عشان ندعم اصحاب المصلحة سواء اتحادات او اندية او ايا كان اللي هيكون صاحب المصلحة في هذا الموضوع عشان يتم تدعيمه ماليا لعدم تعرضه لاي نتاج سلبية او خسائر مالية بسبب ايقاف النشاط خلال الفترة اللي جاية اربعة هي متعلقة بمنظمة الصحة العالمية والفيفا خد قرار بدعم منظمة الصحة العالمية بعشرة مليون دولار فبالتالي الاتحاد الدولي من خلال هذا الكلام اقدر اقول عنوان ان هو افل باب المصلحة الشخصية لاي طرف بيسعى الى الغاء النشاط لان اولوية الاولويات لدى الفيفا حاليا عدم الغاء النشاط واستمرار المسابقات خلال الفترة القادمة حتى لو يحصل تعديل في الاجندة الدولية والفيفا يعمل تعديل على اللوايح عشان تقدر تواكب العصر وتعديلات القيد تتم عشان لو الدور ممتد لشهر سبعة لشهر تمانية لشهر تسعة كل دولة بالتأكيد حسب ظروفها الطبية وحسب ظروفها الاقتصادية اكيد في دول ممكن تستعني في النشاط في شهر اربعة في دول ممكن في خمسة في ستة على حسب الظروف الطبية والاقتصادية اللي ممكن تتعرض لها كل دولة خلال الفترة اللي جاية لكن في النهاية في غطاء او غطاء دولي من الفيفا لهذا الامر فمحدش يطلع من دلوقتي يرمي بلونة اختبار على فكرة نلغي النشاط ونريح دماغنا لا الصناعة دي مش مرتبطة بشخص ولا مرتبطة باتحاد ولا مرتبطة بنادي مرتبطة بمنظومة كبيرة ومن دلوقتي احنا بنسبق بخطوة هو عشان نقرر الناس ونعرف الناس ازاي العالم بره بتحرك دي قرارات الفيفا طيب الليجا في فرنسا عملت اجتماع النهاردة وقالت اولوية الاولويات بالنسبة للليجا في فرنسا استكمال البطلات سواء للليج ا او الليج بي اللي هو الدوري فرنسي المحترفين او حتى الدرجة التانية وقالت كمان بالنظر الى التحديات الرياضية والاقتصادية تعد هذه الاولوية الحيوية لمستقبل الاندية وكرة القدم الفرنسية اذا الفيفا اشتغل وطلع مجموعة من التوصيات والقرارات الليجا الفرنسية النهاردة اجتمعت وقررت هذا الامر بالنسبة للمرحلة الجاية النية الاولوية بالنسبة لها تكمل البطولة الاحترافية ومسابقة القسم الثاني كمان الامر هيكون متعلق بقرار اليكساندر سيفرين رئيس لويفا في تأجيل بطولة اوروبا كل الاندية في فرنسا وربطة الليجا الفرنسية اشادت بهذا القرار لان قالت القرار ده هيدي فرصة للاندية انها تتغلب على الازمة الحالية وتستكمل المسابقة خلال الفترة اللي جاية وما فيش فكرة نقاش الغاء المسابقة بأي حال من الاحوال اذا قرار فيفا قرار الليجا الفرنسية طيب هناك قرارات اخرى اه طيب مين بنتكلم في الصين صحيفة زاسان البريطانية النهاردة كانت بتتكلم ان فيه اتجاه الى استئناف او بداية الدور الصيني ان شاء الله يوم 18 ابريل المقبل بعد الانخفاض الكبير في حالات الاصابة بفيروس كورونا في البلاد التي كانت منشأ المرض فاذا الصين بعد ما تم حصر انتشار الفيروس ابتدت تفكر في استئناف النشاط القروي والرياضي يوم 18 ابريل وزير الرياضة الايطالي وكلنا عارفين طبعا القرى في ايطاليا لفترة حالة متوقفة ومات ودي نجم اليوفي وفي العديد من اللاعبة في ايطاليا تعرضوا لفيروس كورونا لكن النهاردة وزير الرياضة الايطالي قال ان في موعد مبدئي لاستئناف النشاط يوم 3 مايو خلال الفترة اللي جاية واذا ما كانش فيه فرصة لاستئناف النشاط في 3 مايو هيكون فيه اجتماعات اخرى لتحديد موعد بديل طيب ربطة اللي جا في اسبانيا وضعت 3 موعد جديدة لاستئناف الدوري الاسباني التقارير الصحفية قالت ان الموعد المحتملة لاستئناف مسابقة الدوري الاسباني خلال الفترة اللي جاية ممكن تكون يوم 23 ابريل او 2 مايو او 14 مايو وضعت 3 موعد فيها احتمالات لاستئناف النشاط في اسبانيا خلال الفترة الجاية حسب الظروف الطبية في حال الحد من انتشار الفيروس قالت 23 ابريل وقالت 2 مايو وقالت 14 مايو اذا انت بتتكلم عن الناس برا بتحاول تشوف المرحلة الجاية ازاي تقلل الخسائر وتحد من اي ازمات قد تتعرض لها كرة القدم في اوروبا او في العالم انا ما يهمني في هذا الامر القرارات التي صدرت من الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتقد الفترة الجاية يجب ان يكون هناك اجتماعات للمسؤولين عن القرى المصرية لمناشط الامر مع الاندية مستقبلا قرارات فيفا اكيد هيكون لها صدق ايجابي على كل اتحادات العالم لان الاتحادات كلها في العالم اولوية الاولوية بالنسبة لها استيناف النشاط ووضع موعيد بديل الفترة الجاية لاستيناف النشاط ولو في خسائر الفيفا بتدى يتكلم على الدور والدعم اللي ممكن يقوم به الفترة اللي جاية ولو في مشاكل في انتقالات اللعيبة او في موعيد فترة القيد الاتحاد الدولي حل الامر النهاردة بالقرارات اللي صدرت ويكون في اجتماعات اخرى الفترة الجاية للجاية المختصة عشان تبدأ تشتغل على فكرة ازاي بقى نبدأ نحط موعيد بديلة سواء في الاجندة الدولية اللي هيتم ترحيلها ومدها الفترة الجاية او سواء في فترات القيد اللي هي بتبقى معروفة من شهر 7 لشهر 8 او فترة القيد الشتوي في يناير كل دي اكيد هتتغير موعيد هتتغير نتيجة هذه القرارات اللي صدرت من الاتحاد الدولي فعلى المستوى المحل في مصر اعتقد الفترة الجاية اي مسؤول لما يتكلم في هذا الامر لازم الاول يشوف الاتحاد الدولي بيشتغل ازاي لازم يشوف الناس في اوروبا بتفكر ازاي وما يستعجلش في اي تصريح او في اي قرار لان في النهاية الصناعة دي مرتبطة بحوالي اتنين مليون شخص ليست مرتبطة بنادي ولا مرتبطة بشخص ولا مرتبطة بمصلحة شخصية انت في النهاية تتكلم عن صناعة كبيرة جدا لازم تكون حريص على استمرارها لازم تكون حريص على نجاحها مع الوضع في الاعتبار صحة اي انسان في هذا الامر الاتحاد الدولي الف ده الف هذه الجزئية قال لك صحة الانسان مع وضع الاولويات ووضع الحلول بالنسبة للمرحلة الجاية الناس كلها بتفكر الناس كلها بتشتغل والناس كلها بتشوف ازاي الازمة دي تقدر تخرج منها اتمنى الفترة الجاية وزي ما بقول الاخبار في اوروبا واخبار الاتحاد الدولي او حتى اخبار الاتحاد الافريقي اللي لغاية اللحظة دي مش عايز ياخد قرار في موضوع السيمة فهينا لغاية لما يشوف الوضع في الكاميرون في مصر نبدأ نشتغل على قطاع قرة القدم وعلى المستوى الرياضي نبدأ نشوف الحلول للفترة الجاية ازاي عشان الصناعة دي ما تخسرش اكتر من كده والناس تبقى عارفة كمان المرحلة الجاية ازاي الناس بتفكر في موعيد بديلة او ازاي الناس بتفكر على ان هي تخط حلول للنشاط الرياضي والقروي في الفترة القادمة